السلام عليكم ورحمة الله وبرك state with respect الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تبارك وتعالى تطبيق أحكام إن شاء الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وتفسير ميسر إن شاء الله لبعض الآيات اللي نقرأها إن شاء الله نحن طبعاً النهاردة يا جماعة بإذن الله هنقرأ من الآية 17 للآية 20 من سورة البقرة تمام؟ فهنقرأ الأول الآيات هنطلع للأحكام وهنفسر تفسير ميسر إن شاء الله أعوذ بالله من شرط الرجيم بسم الله رب مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير عندنا طبعا يا جماعة في البداية في بداية الآية طبعا عندنا الحروف اللثوية اللي طال اللسان فيها طبعا إيه ده الذال والثاء والضاء ده أساس لأن اللحن فيهم لحن جلي تمام نارا فا تانوين وبعده فا إخفاء الميم المشددة هتتغنب مقدار حركتين فلما حرف المد وبعده الامز وفي كلمتين ففي الحالة دي يبقى مد منفصل أضاءت مد واجب في مد متصل تمام يبقى ده مد منفصل وده ايه متصل ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون تانوين وبعده لامي بايه اضغم بغير غنة وطبعا في النهاية عندك الايه عندك المد الايه العارض للسكون صم اللي علامة الإقلاب عندنا على طول طبعا اللي ايه قلنا في حالة التانوين بالضم بيبقى ايه او في حالة التانوين عموما بتبقى ضمة واحدة مع الميم او كسرة واحدة مع الميم اللي هي علامة الإقلاب او ضفاتحة واحدة مع الميم تمام فده في الحالة دي عندنا ايه تانوين وجاء بعده باء فهو الايه الاقلاب تانوين ده في حالة الاظهار الحلقي بيبقى الشكل بتاعه كده بعدها حرف العين يبقى ده عندنا اظهار ايه اظهار حلقي تانوين وبعده فاء عميون فاء نارا فاء اخفاء على طوب لا يرجعون عندنا ده ايه العرض للسكون او كصيب على طول تانوين وبعده ميم ينمو من حروف ينمو اضغم بايه بغنة من السماء متصل مد متصل فيه ظلمات الظلمات طبعا فيه هنا المد الطبيعي وعندنا التانوين وبعده الواو ده اضغم بايه اضغم بغنة ورعدواه نفس الوضع اضغم بغنة وبرق يه ينمو تمام الياء او الواو اضغم كله بغنة اصابعهم مد طبيعي في اذانهم عندنا مد منفصل وعندنا مد بدل مد منفصل ومد بدل في اذانهم اذانهم اضغم مثلين صغير ان ميم الساكنة وجيب بعدها ميم تمام من الصواعق حذر الموت ده طبعا عندنا ايه عندنا ده مد لين عندنا ده مد ايه لين فهنقول في عندنا يا القصر يتوسط يا الايه يا الاشباع فيه فهنقول حذر الموت عندك التلاتة ايه التلاتة الجائز والله محيط بالكافيرين علامة الايه علامة الاقلاب تانوين وبعده بقى عندك طبعا ده المد العرض للسكون يكاد البرق يخطف ابصارهم المد الطبيعي كلما عد معنا فلما اضاءت الهمزة وبقى ايه طبعا ده مد منفصل اضاء نفس الوضع مد ايه متصل لهم ما شو ميم ميم اضغموا بعض بحس ميم وحدها زي ايه زي اذانهم تمام واذا نفس الوضع مد منفصل خلاص اظلم عليهم قاموا ولو شاء متصل وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ على طول طبيعي إِنَّ نُنْمُوْ شَدَّدَةَ تغنى بمقدار حق تالي إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَفْ أَلْفَاءْ إِخْفَاءْ تمام؟ شَيْءٍ قَدِيرْ مد عرض للسكون تمام؟ هنقول طبعا تفسير بسيط جدا الله تبارك وتعالى لما تحدث عن الشراء المنافقين الكلام لسه عن مين؟ عن أهل النفاق لما اشتاروا الضلالة بيعوا الشراء اللي حصل تمام؟ فالله تبارك وتعالى يضرب لهم إيه؟ يضرب لهم مثل يضرب لهم مثل المثل ديه هو معناه إيه؟ بيضرب مثل بحال المنافقين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا ليس باطنا تمام؟ فصاروا يتخبطون يتخبطون في ظلمات الضلال وهم لا يشعرون يشبهم بماذا؟ بحال جماعة خرجوا في ليلة ظلماء في ليلة إيه؟ ظلماء فلما أوقد أحدهم النار فلما أضاءت ما حوله النار أوقدت والنار ضي عظيمة نار كبيرة فلما سطعت النار وأضاءت ما حوله انطفأت واعتمت فصار أصحابها في ظلمات لا يرون الله تبارك وتعالى أطفأ نورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون دي الصفات اللي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوه إيه اللي يحصل المجموعة دي من المنافقين عندهم صم عن سماع الحق ما بيسمعش وبكم يعني ما بينطأش النطق وأعمى لا يرى السبب السبب في الثلاث حاجات ده هم أنه ده ما بيرجعوش فهم لا يرجعون ليه هما ما بيرجعوش علشان هما صم وبكم وعومج ثم الله تبارك وتعالى يضرب مثال آخر أو كصيب من السماء تشبيح حال فرق آخر من المنافقين عشان تعرف خطورة النفاق شوف الآيات كثيرة جدا من الآية تمانية لسه الكلام شغل على المنافقين المجموعة دي يظهر لهم الحق طاره ويشكون فيه طارة أخرى أو كصيب من السماء حالهم ده بقى زي إيه ناس تمشي وينزل عليهم ينصب عليهم مطر شديد صيب اللي هو المطر اللي نزل من السماء فيه ظلمات ظلمات بعضها فوق بعض تمام ورعد وبارق قصف بالرعد ولمعان بارق وصواعق محرقة حتى أنهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت خوفا من الهلاك والله محيط بالكافرين أي أن الله تبارك وتعالى محيط بالكافرين لا يفوتونه ولا يعجزون تمام فهذا وصف المين لمجموعة أخرى من النفاق يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبِصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ الله تبارك وتعالى يتحدث في هذه الآية أنه يقارب البرق يكاد البرق يخطف أبصارهم أي أنه من شدة اللمعان يخطف البصر يسلب البصر بتاعهم ومع ذلك كلما أضاء لهم مشوا في ضوئه وإذا أظلم الطريق عليهم فيقفون في أماكنهم وإذا أظلم عليهم قاموا أي أنهم يقفون ولولا إمهال الله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم أي أن الله تبارك وتعالى أمهالهم لسلب سمعهم وأبصارهم وإن الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك في كل وقت إنه على كل شيء قدير هذا إن شاء الله تبارك وتعالى هنكمل بإذن الله نهاية الصفحة في الحلقة القادمة إن شاء الله أسأل الله الكريم الحليم أن يتقبل أعمالنا وإن شاء الله نسأل الله الكريم التوفيق والقبول والناس تجتهد إن شاء الله سواء كان في الحظ أو سواء كان في الأحكام ونأمل إن شاء الله نصل إلى فائدة إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم